السلام عليكم النهاردة يوم مميز جدا النهاردة 19 نوفمبر ده يوم مهم يوم تاريخي بيحتفل به بحاجة عدازة الامحة احنا بيحتفل بالامحة احنا اصلا بنستورد الامحة مصالطا لا ده يوم الحاجة افضل من كده واشيك من كده وحاجة اجمل من كده ده اليوم العلامي المرحوط للقعدة لكبانية لدابلو سي يعني طيب اليوم دوت بالشزار ده يوم حقيقي عملاء المنظمة العلماء المرحوط تعمل اول مرة سنة 2001 عشان يلفت النظر للقضايا الصحة العامة وبيحتفل به في كل عام والامم المتحدة اعترف به سنة 2013 واعتبرته يوم عالمي رسمي وما ده بالشزار لان فيه اتنين واربعة من عشرة مليار شخص بيش لقيين المرافق الصرف الصحي المحسنة حسب نظام الصحة العالمية سنة 2015 وفي واحد من كل عشرة اشخاص ما لهمش اختيار غير ان هو يعمل الحمام في الهوى في العراق كده تمام الاسهال الناتج عن سوء صرف الصحي والماء غير المأمونة بسبب وفاة تلتمية وخمستاشر الف تفلي كل سنة تمام والامراض بتنتقل بسبب الممارسات الصحية السيئة وصول النظافة في الحمامات 17% من جميع الوفيات في مكان العمل ده منظمة الصحة العالمية الدكتور حسن فتحي في اكتاب عمرت الفقراء لان الفلاحين وانا فلاح في سوق في سوق في التصميم فالحمام بش نصمم بصحة وبش معمول بالنظافة اللي تخلي فيه صحة كويسة وده بيسبب امرات كتير جدا وكان الزريبة او المكان اللي بتربى فيه الحيوانات بيبقى داخل جزء من اجزاء البيت فدي مشكلة كبيرة جدا وانا فاكر ان في سنة السنين في بريطانيا قالك تقريبا سنة 2000 قالك حنا عايزين نشوف اعظم اختراع في البشرية كل البشرية من اول بدقة البشرية فكانت تولد او الحمام او القعدة او مش عارف اقولك يعني ده ده رقم واحد ده قبل اختراع النهار وقبل اختراع الموبايل وقبل اختراع الكمبيوتر وقبل كل حاجات ده ده رقم واحد ده كانت افرة والمسلمين لما فتحوا الاندالس دخلوا لموضوع الحمامات والاعادات وتعمل صرف صحي جميل جدا وتعمل نظام للتجميع المطر حتى الان الحاجات ده موجودة في الاندالس في جزائر موجودة في تونس الحاجات دي حاجات جواسة جدا ويرد ان اهتم بيها ويوم معالمي بان نحاول نفكر الناس باستخدام موضوع التصميم الرجل المصمم بداخل صحي يهتم بالموضوع جدا ويحاول نشوف احسن حلول ويحاول ان هو يطور فيها ما بقاش نفس التصميم بتعمل كل مرة انا ليا رجاء شخصي ان الحمامات في الخليج المية بتيجي سخنة فاحنا بنستخدم السخان ما بنشغلوش خالص بنستخدم كخزان للمية البردة بحيس ان هو يدي نقدر ناخد مية ساعة المية اللي متخزانة في الخزان في الخزان بتاع السخان بياخد منها مية ساعة بس الشطافة لأسف مش متوصلة بالمية السخنة فما بنعرفش نجيب منها مية ساعة فالشطافة بتاخد نفس درجة الحرارة اللي جاي من برة وهي بتبقى درجة عالية فنخلي زي ما احنا عاملين الحوض في ساقع وسخن احنا بنستخدم السخن دوت عكسي يعني بيجي مية من السخان والسخان بالشغال فبتجي ساعة بعزين هو اصل لشطافة برضو بقى فيها مية ساعة ومية سخنة و احنا نبدأ ايه نقفل خالص ونبدأ نستخدم المية اللي متخزانة في الخزان انا اي مكان بروحه بحكم برضو على المكان يعني مثلا اي مطار من ضمن الحياة اللي بتحكم بيها على المكان الحمام نفسه هل هو نظيف ولا لأ هل في الناس متنمية ولا لأ هل مطار نيناء ادوس على الضرار عشان شغل المية تنزل ولا لأ لان مفروض انها بتبقى كلها مجرد تطش من بعيد بحيث ان انا لو اللي قبلية عنده مرض ما يتنقليش الحمام مفروض يبقى متوفر كل الاختيارات حتى مثلا لو بقى البلد شغلة بالقاعدة البلدية بقى فيه برضو قاعدة افرانجي بحيث مراعاة اختلاف الثقافات يكون فيه منادير ويكون فيه مية ويكون كل حاجة متوفرة بحيث واحد متعود على دي او متعود على دي لا اللي اتنين ما خرجش يلاقي فيه واحد بيقول لي عايز مناديل تدفع فلوس او عايز مية تدفع فلوس او يعني الكلام ده شفت في بعض المطارات وده طبعا بيدي صورة سيئة على المكان كل سنو الطبيب بمناسبة العيد اليوم العلامي للمراحيت